طارق حامد لعب نادي الزمالك تلقى في الفترة الأخيرة سلاس عروض من بعض الدوريات الخليجية بمبلغ مالي كبير جدا طارق حامد لحال الوقت ما حسمش أمره لا بالنسبة للتجديد عقده مع الزمالك ولا بالنسبة للعروض اللي جايله من الخليج هو مستني جلسة مع إدارة نادي الزمالك في الفترة اللي جاية وهو كان قال قبل كده أنه هو مستني بس يخلص مستحقاته المتأخرة وبعد كده يتكلم على تجديد التعاقد ده بالنسبة لطارق حامد لعب كبير ولاعب مهم بالتأكيد نادي الزمالك يحب أن طارق حامد يكمل مع الفريق وبالتأكيد طارق حامد يحب يكمل مع نادي الزمالك العمل جزء كبير وعظيم من تاريخه في كرة القدم